سامر قزاح من دمشق طالع الفضة دمشق القديمة عندي ولدت في دمشق القديمة وكبرت وطرعرعت ولساتني الهلأ مقيم فيها بيشتغل جاليري عندي ارت جاليري وعننا جولاري أنا وزوجتي أول قامنا عمل ديزاين جولاري ولساتنا محلنا موجود بالشام القديمة ولسا الجاليري الجولاري هي مهنة عائلتنا يعني والدي وعمومي فكانت هني هي المهنتهم فهي وردتها عنهم بس بطريقة مختلفة هي الديزاين وشي مختلف يعني بس الثقافة والأرت هي بدمي وأنا كمان كولكتر بالنسبة للأرت فقررت أني أعمل أرت عطريقتي فهالمساحة الموجودة لازم نستفيد منها فقررت أن تكون أرت جاليري البيت جدي مخايل قزح تولد 1850 بذات البيت فهو قبله العيلة موجودة يعني تقريبا بحدود الميتين سنة موجودين بذات العيلة وطلعت العيلة كلها الأخوات والباقين وقسم بالمهجر وقسم بدمشق وحاليا البيت هو إلا إلي صار هلأ هي بفترة الخمسينات طلعت المنايات الحديثة الأمنية الحديثة والناس اكتشفوا أن هاي الحضارة العصرية المريحة يلي لازم ننتقل إليه فصار بيع للبيوت بكل دمشق القديمة ممس بمنطقتنا وانتقلوا للأصاع لبرج الروس لمناطق تانية بالشام حتى وصلوا للتجارة لما أجيت بعدين ليش ناس طلعت؟ البيت العربي ما في تعيش فيه عائلة لحالة صعب ومتعب كانوا يعيشوا فيه عدة عائلة كان الولد يتجوز يأخذ مركب البيت فالكل يشطفوا وكل يطبخوا والكل يعدوا فهذا السبب اللي خلاهني ينتقلوا للشام الحديثة البناء الجديد يعني الشام هي مو بس بيتي الشام هي شارع متحد باشا، بابتومة، الايمارية خان اسعد باشا، البزورية يعني الهلأ إذا بتمري بالبزورية ما بتشمي ريحة البهارات بتحسي حالك عندك مشكلة انتي بتروحي لتشمي ريحة البهار وتشمي ريحة الزعتة ابن الشام ما بيحط حجر ورخام عواجهة بيته لأنه هو لأنه أهل الشام من بره مثل بعض ما بصير أنا حط حجر ورخام وجاري ما بيقدر يحط قطعة رخام عباب بيته أنا بزخرك من جوا عرفتي شلون؟ بس أنا من بره مثلي مثله التاجر والعامل كلهم مثل بعض من بره هاي دي ميزة بأهل الشام فلساتني متمسك بمدينتي ماني متخلي عنا الظروف طرتني أني ابعد عنا بس ما بععد عنا كتير واجبي أني يكون مع المدينة وكل إنسان مع مدينته بسوريا يعني الحكي بيتطبق على حلب وعلى كل مدينة بسوريا يعني مو بس عن الشام